شبابنا في كل مكان أهلا بيكم حلقة جديدة في شباب اليوم النهاردة هنتكلم عن قيمة الصبر في حياتنا كلنا ممكن نتعرض لحاجات محتاجة صبر في حياتنا اليومية وحاجات كمان ممكن تبقى أزمات رئيسية في الحياة المهم إزاي نطلع قيمة الصبر من جوانا ونبدأ نتعامل مع المشكلات دي أو نتعامل مع الابتلاءات المختلفة احنا اضفنا بعد الفاصل الدعية الإسلامية محمد جمال خفاجي بعد الفاصل هنتكلم معايا عن قيمة الصبر دايما لما بنتعرض لأي حاجة غريبة في حياتنا أو أزمة أو صدمة اللي حواليك كلهم بيقولوا أصبر لازم تصبر لازم بقى فيه صبر موضوع الصبر ده سعب بتقول آمل لإيده في الما يمزل لإيده في النار يعني إيه نصبر إيه الكلمة دي طب يعني ما نزعلش يعني ما نتضيقش يعني احنا ما منحسش يعني هما مش شايفين اللي أنا فيه ده الكلام اللي احنا دايما بنفتكره وبنقوله ساعات لما حد يقضي يضغط عليك يقول لك لازم تبقى صبر لازم تصبر لازم تصبر إحنا عايزين نعرف بقى أكتر معنى الصبر وهل معنى الصبر أن إحنا ما نزعلش مثلا ما نحسش بالأزمة اللي احنا فيها ولا مفهوم الصبر هو إيه أهلا بدعا الإسلامية محمد جمال خفاجي دعاية من الشباب أهلا بيك شرف ليه موجود مع حضرتك ربنا أزكر لك أهلا بيك في البداية طبعا الصبر معناه في اللغة هو الحبس إن أنا أحبس نفسي في منطقة معينة أو عن حاجة معينة زي ما ربنا بيقول في سورة الكهف واصبر نفسك مع لدينا يدعون ربهم يعني خليك معاهم تمام فده معناه في اللغة إصطلاحا بقى هو الصبر الذي لا يصحبه عجز ولا شكوى يعني أنا صبر ورادي بدون عجز ولا شكوى مش معطرد وما بروحش أشكلي الناس إشمعنانا وقول لي يا رب إشمعنانا بالتحديد ليه عملت فيها كده ده مش صبر إنما الصبر إن أنا كن راضي آه ممكن أحزن وأزعل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن يعني فيه حزن وفيه وكان بيدمع وفيه تعبير عن الحوار البكاء بالزبط إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فرقك إبراهيم لمحزنون ولا نقوله إلا ما يرضي ربنا إن لله وإن الله رجعوني لكن في الآخر فيه صبر آه بيحزن لكن فيه صبر ما فيه عجز ما فيه شكوى فده معنا الصبر باختصار يعني طب موضوع الشكوى ده يعني ما تفتفطش الحد لله يعني موضوع بجد يعني قلنا موضوع الصبر يعني مثلا حد يقول لك مالك أريبك أخواتك أصحابك ما تتكلمش لا تحكي بس اللي هو مش أنا مش مش بشتكي ربنا للناس أنا بحكي بفطفط باخد بستشير اسمها استشارة يعني أنا أخد رأي أهل العلم أهل الحكمة أن أنا أسأله طب إيه رأيك في كذا فبستشير لكن مش بعطارد بقى وقول ليه عمل فيه أنا كده أو ليه ربنا ده أنا عدنين ده بحظينا بقى ده كده ابتلع بقى ده إلت الصبر لكن إن أنا مثلا أقول مشكلتي ممكن حد يقول لي معلومة استشارة مقبولة وصحيحة من الدين طبعا الاستشارة لازم نستشير وربنا أمر النبي أن هو يستشير السحابة في أمور كتير تخص الغزوات يعني واشاورهم في الأمر لأي واضحة وصريحة واشاورهم في الأمر فلذلك أنا ممكن نستشير حد من أهل الحكمة لكن مش أندب فيه فرق كبير بين دي ودي طبعا طبعا طيب أنا عايز أعرف إزاي الناس تخرج من مرحلة الصدمة لمرحلة الصبر ومرحلة الصدمة دي يعني فعلا فيه حاجات لازم نتصدم فيها حاجات أكبر من عقلنا البشري وأكبر من مشاعرنا وحاجات بتبقى مفاجئة فغزبا عن الناس هتتصدم فحاجات معينة إزاي أخرج منها لمرحلة الصبر الصبر في النقطة دي عند الصدمة الأولى يعني أصل أعيز حق الصبر اللي هيكون مستعد ومتقاهب لأنه هو لما تجيله مصيبة بتلاق يصبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الصبر عند الصدمة الأولى أول ما يسمع المصيبة الخبر على طول يصبر يقول إنا لله وإنا عليه راجعون مباشرة وده من ضمن الحاجات اللي بننصح بها الشباب استعد خليك متقاهب يعني مش استعد يعني حط كل السيناريوهات الوحشة وفات حد مرات حد مش عارف كده كده حط كل السيناريوهات الوحشة زوحرية قلت قدامك إن هي لو جات لك بحيث لو جات لك تقول الحمد لله وتبدأ كده تقول إنا لله وإنا الله يرجعون في البداية ده أول حاجة تقولها بس إذا في استعداد داخلي أولا مشكلتنا إنه إحنا بنتصدم عشان ما فيش استعداد لكن لو في استعداد لأننا ممكن يجي الابتلاء في أي وقت والابتلاء الخير وكده فخلص يعني هتقبل لكن أنا ماشي بعيد عن الصبر مش مستعد فأي حاجة هتيجي حتى لو بسيطة هبقى مصدوم مش عارف أتعمل فلازم نستعد في البداية زي ما بقولها حضرتك يعني إنه يستعد ويدرب نفسه ويدرب أسرته لو أب أو أم يدربوا الأبناء على القصة دي إنه إنت ممكن يحصل ابتلاء بوفاة أحد الوالدين بوفاة كذا وإنت يدعي منك حاجة يعني ندرب برضو الأبناء على القصة دي لأنه يكون مستعد لما يجي له ابتلاء يبقى عنده رضا أو صبر في البداية مش عارف أقول لك إيه موضوع صعب إن حد مثلا جدا آه بجد موضوع صعب إنك تتدرب عليه وموضوع صعب إنك تجيب حد طفل زي ما بتقول مثلا وتقول له احتمالي حبيبي لو ماما ميتت مثلا يعني الكلمة دي يعني ممكن تجيب له صدمة أساسا الكلمة مش هنجيبه له كده عن جباله بشكل كويس أنا أقول له مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والله أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فأنا أجي بقى أحكي له قصص الأنبياء لما أجي أحكي له قصة النبي صلى الله عليه وسلم إن الكفار كلهم آذوا النبي وأهانوا وسبوه وطردوه من مكة فخرج من بلدي يعني طرد النبي من بلدي فخرج وهو يبكي ويقول والله إنك اللي أحب بلاد الله إلى الله وإنك اللي أحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت طرد النبي طردوه مات عمه فصبر وتحمل طرد من بلده صبر وتحمل ماتت زوجته صبر وتحمل مات ابنه صبر وتحمل النبي اتلي أشد الابتلاء ومع ذلك صبر وتحمل فأنا لما أجي أحكي الابن بقى القصة دي أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتلى وصبر وتحمل فبالتالي لما هيجي له ابتلاء هو خلاص خد العبرة من قصص الصالحين من قصص الأنبياء فأنا مش راح أقول له والدتك هتموت لازم أجيبها أجيب بقى بالقدوة إن طبعا كل الأنبياء عليهم كلهم عندهم ابتلاءات عظيمة في حياتهم وموجودة في القصص طبعا أكيد وإحنا المفروض ناخد منهم القدوة دي إزاي كان الصبر وإزاي كان التعامل مع هذا الابتلاء طيب برضو ممكن يبقى الموضوع نظري كلنا عارفين مرة علينا القصص دي كلنا درسنا منها أجزاء كتير في المدرسة ولكن التطبيق في الحالة عملية لما يحصل لنا فعلا لا صعب بدليل إنك ممكن تدي نصيحة لحد في أزمة تعزيه مثلا وتطب عليه وتقول له لأ شد حيلك ويخليك صبور والكلام ده كله ولما تتحط في الموقف ده ما بتعرفش تستدعي المشاعر اللي تخليك بالقوة دي هي النقطة في التعايش هو ممكن ينصح لكن لما يجي هو بقى يتعايش أو يتكيف مع الابتلاء بيبقى صعب عليه لأنه سبحان الله الإنسان برضو يعني عنده حلم عنده رقة يعني بيحزن أكيد طبعا على لكن الفكرة كلها مش في أننا ما أقدرش الفكرة كلها أننا أعد المرحلة موجودة كده في حزن وكده كده هيطعب كده كده هيبتلأ ما هو ابتلاء وبعدين الدنيا طبعت على كدر دي معلومة لازم نفهمها ربنا يقول له قد خلقنا الإنسان في كبد يعني في كبد يعني في تعب ألم مشقة ما فيش راحة في الدنيا أبدا هي طبعت على كدر هي كلها ابتلاءات حتى الآيات كتيرة جدا في القرآن بتؤكد أن الدنيا أصلا للابتلاء تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليه ربنا خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل يعني ليختبركم آية تانية في سورة البقرة ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آيات كتير آية تالتة في أول سورة العنكبوت ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمانا وهم لا يفتنون يعني هيقولوا آمانا كده من غير ابتلاءت من غير اختبار حسب الناس أن يتركوا يقولوا آمانا وأهم لا يفتنون لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يعني الابتلاع عشان ربنا يعلم هل أنت بقى صادق في إيمانك ولا لا هل أنت صادق في إيمانك ولا لا لازم يبتلاء والدنيا طبعت على كدر كلها ابتلائت لا راحة لأحد في الدنيا أبدا ولا سعادة مطلقة في الدنيا أبدا السعادة عند أول قدم يضعها العبده في الجنة أول ما يدخل الجنة كده سعادة كده ما فيش تعب تاني لكن طول ما هو في الدنيا في ابتلاقات طيب نطلع فاصل نكمل مع بعض عن الابتلاقات وعن الصبر صبر مكانة جبيرة جدا للصبرين زي ما حضرتك قلت ومهمة قوي أنه يبقى عندنا تدريب بس الكلام ده يخوف يخوف على فكرة يخوف لو الدنيا كلها هنستعد الابتلاقات والمشاكل وما فيها شراحة وما فيها استعادة وهي الابتلاق وهي الاختبار الكلام ده ممكن عند ناس كتير قوي تحس أنها تخضت وتحس أنها على طول في انتظار أحداث غير سعيدة في حياتها وأن تمن الجنة أنها تتعرض لأزمات أكتر من اللي هي تقدر عليه وبالتالي تبقى على طول قلقانة وفي حالة توطر وفي حالة تعب نفسي إحنا مطلوب نطمن الناس دي نعمل إيه؟ لا مش مطلوب نطمن الناس المفروض أن إحنا يعني هو فعلا كده يعني أنا دايما أنا متأهبة لأخبار غير سعيدة علشان أدخل الجنة وأنا بتعامل معيها متأهبة أن أنا يبقى عندي اختبارات صعبة أفقد حد بحبه قوي أو يحصل لي مشكلة أو حدثة أو زوال نعمة كبيرة أو أفضل على طول حتى بالي دا وانا عايشة في الدنيا؟ هو دا واقع يعني وإحنا بنقول نستعد عشان لما يحصل الابتلاء يبقى فيه صبر لكن الدنيا مش كلها يعني لما فيه سعادة يعني أنا بقول لا سعادة دائمة في الدنيا ولا راحة دائمة لكن فيه سعادة وفيه راحة يعني تكفي سعادة القرب من الله وسعادة طاعة الله اتباع هذه النبي يعني دي سعادة برضو لكن اللي احنا عايزين نطمن الناس إنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنا محدش يقول أنا هتحمل بقى فوق طاعة الله الله ينور عليه اه ات قال لربنا اللي تقدر عليه بالزبط هو اللي هيدي لك اللي هتقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وربنا رحيم يعني وما ابتلى الله عز وجل للإنسان إلا لخير ما هو الابتلى دا خير للإنسان إحنا لو روحنا كده لأجر الصبر في البداية هنلاقي إنه مالوش أجر ما نعرفلوش ما نقدرش نحدد فيه تلت عبادات في الإسلام ما نقدرش نحدد أجرهم في الدنيا كل العبادات ممكن نحدد أجرها زي القرآن الحرف من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أم سلع يعني لو إنسان قرأ ألف لأم ميم يبقى تلتين حسنة خلاص عرفنا نضرب في عشر على طول وأعمال كتير نقدر نحدد أجرها من القرآن والسنة فمن عفى وأصلح فأجره على الله لا إنها صعبة برضو لأنه في نسي دعم العمالي الغريبة يعني صعب فمن عفى وأصلح فأجره على الله العمل الثاني الصيام ربنا بيقول في الحديث الكدوسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ما تحددلوش أجر العمل الثالث الصبر قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني ما لهمش حساب إحنا ما نقدرش نحدد أجره على حساب الصبر في الدنيا فدي ميزة عظيمة جدا إن أنت مع الصبر ما تقدرش تحدد أجره في الدنيا لكن فيه فضائل بقى للصبر طيب أنا عايزة أقول حاجة فيه ناس بيبقى عندها بتلاقي في حياتها وبتتمنى إن ترجوا من ربنا إنه يرفع عنها اللي بتلاقي ده إزاي يترفع يعني برضو إحنا عايزين نعرف إيه الأسرار اللي ممكن نعملها أو الحاجة اللي ممكن نعملها في رفع لابتلاقات لأن فيه بتلاقات ممكن تبقى مؤقتة ممكن يبقى مرض كبير جدا وربنا يشفي إزاي كورونا بالضبط وأكتر من كده كمان وربنا بيشفي ممكن يبقى فيه أزمة مالية طاحنة تغير من حال لحال وربنا يرجع النعم تاني يعني فيه حاجات كتيرة قوي بتدين أمل إن اللي بتلاقات بتترفع كي قصة يوسف عليه السلام لما كان فيه ابتلاق وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى رد يوسف وأخوه إلى يعقوب طبعا سورة يوسف كلها بتبدأ بحلم وتنتهي بتحقيق الحلم أيوب عليه السلام لما ابتلي أيوب عليه السلام كان يعني إذا ذكر الصبر ذكر أيوب طبعا كان عنده من كل النعم زوجة صالحة مال أبناء وصحة جيدة ابتلي في صحته بالمرض فقد أبنائه وفقد ماله لم يبقى معه إلا الزوجة ما فيش غير الزوجة بس وفقد كل النعم وظل على هذا الحال 18 سنة 18 سنة لم يشكو ولم يعجز بل حتى لم يدعو الله مع أن الدعاية جوز لكن من شدة رضاه بما قدره الله عليه وقضاه لم يدعو الله هو راضي بالوضع اللي ربنا حطه فيه فلم يدعو الله إمتى دعو الله بعد 18 سنة لما زوجته اللي كانت وهبت نفسها لأنها تشتغل عشان تنفق على نفسها وعلى زوجها ضاق بها الأمر ما فيش شغل بها خلاص فبعت ضفائر شعرها فهنا دعو الله فربنا سبحانه وتعالى شفاه صحته ورزقه بالبنين والحفدة وبالمال يعني في نهاية القصة رض الله عز وجل عليه النعم كلها مرة تانية ففي حاجات بتدين أمل قصة يوسف قصة الزبيح إسماعيل لما كان خلاصها يزبح وفديناه بزبح عظيم اللي هو أصبح يوم عيد لكل المسلمين ففي قصص الأنبياء كلها تدين الأمل إنه آه في ابتلاءات لكن في الآخر في نتيجة كويسة بالصبر لذلك يوسف عليه السلام في نهاية القصة بيقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يعني أنت لو اتقيت ربنا سبحانه وتعالى وصبرت أجرك مش هيضيع في الدنيا قبل الآخرة ما هو أجر أيوب ردت إليه النعم في الدنيا فخلينا نتكلم بقى عن قصة مثلا حاجة ابتلاء أوباء إحنا عايزين أنه يترفع زي ما حضرتك قلت بدأ ابتلاء زي أوباء كورونا مثلا ده في آية واضحة وصريحة جدا بتتكلم عن القصة دي في سورة الروم الآية رقم 41 ربنا سبحانه وتعالى بيقول ظهر الفساد في البر والبحري بما كسبت أيدي الناس الفساد كتب التفاصيل بتقول من ضمن الفساد ظهور الأوبئة والأمراض زي كورونا كده ظهر الفساد ليه ظهر بقى ظهر الفساد في البر والبحري بما كسبت أيدي الناس بسبب زنوب الناس بسبب أن الزنوب كترت والمعاصي انتشرت فظهر وباء كورونا ليه بقى نكمل الآية ظهر الفساد في البر والبحري بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا يعني ده جزاء الزنوب اللي الناس عملوها يذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون هنا اللغز هنا النجاة لعلهم يرجعون يعني لعلنا نرجع لربنا فالإنسان إذا رجع وعاد إلى الله بالدعاء بالصلاة بالالتزام بالطاعات بالالتزام بأوامر الله بالاحترام والأخلاق واحترام المجتمع واحترام الناس والتعامل بأخلاق حسنا للأخلاق قبل كل شيء طبعا فإحنا إذا حققنا كل ده هنا بقى نرجع هنا يرفع الابتلاء بالدعاء وبالطاعات فدي الآية توضح قصة كورونا كلها السبب وليه وإزاي نتخلص من وبقى كورونا بالعودة إلى طاعة الله بالدعاء وربنا سبحانه وتعالى بيقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعان آية تالتة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوق مين اللي يكشف السوق ويكشف السوق ويجعلكم خلفاء الأرض أإله هم الله قليلا ما تذكرون يعني لا إله غيره يكشف السوق فلذلك النجاح من القصة دي بأن احنا ندعو الله ونرجع لربنا بالالتزام بالطاعات هنطلع فاصل وهنرجع لك مرة تانية نكمل موضوع الصبر وإحنا بنتكلم عن المشاكل الكبيرة والمصائب اللي بتواجه الناس والحاجات دي بنقول دايما عايزين نربي قيمة الصبر جوانا لأن ليها فضائل عظيمة إيه هي؟ فضائل الصبر الفضل الأول أن ربنا سبحانه وتعالى بشر الصبرين في القرآن من هم الصبرون الأول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه رجعون أولئك دا الأجربة أولئك عليهم صلوات من ربهم يعني سناء من الله عز وجل عليهم عند الملائكة ورحمة تتنزل عليهم وأولئك هم المهتدون بعد أول أجر أو أول فضل أن لهم البشرى في القرآن الفضل الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر يعني ما فيش عطاء في الدنيا أفضل من إن الإنسان يكون عنده صبر فده فضل عظيم جدا بعد الإسلام ما فيش نعمة أفضل من الصبر الأمر الثالث أو الفضل الثالث إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب العبد ابتلاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا يصب منه من يرد الله به خيرا يصب منه يعني يصب منه يعني يبتليه بيختبروا الفضل الرابع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء يعني كل ما كانت ابتلاءات أكتر كل ما كان الأجر أعظم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم الفضل الخامس والأخير إن هو تكفير ومغفرة للزنوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وأما عليه خطيئة يعني الإنسان يظل في ابتلاءات له عشان ينقى من الزنوب مع الابتلاءة خير للإنسان لذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال المؤمن فقال عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير حياته كلها في خير نسبة لأعزة الطمن يعني عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير إذا أصابته صراء شكر فكان خيرا له يعني لو في نعمة وقال الحمد لله ربنا بيقول ولا إن شكرتم لا أزيدنكم يبقى فإن شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ليه لأن أجر الصبر عظيم وفضائل الصبر لا تعد ولا تحصى دي فضائل الصبر في الدنيا فيه فضائل أو حاجات تميز الصبر يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه الإنسان اللي كان يعيش في الدنيا في نعيم وفي عافية يوم القيامة يتمنى أنه يرجع للدنيا جلده يتقطع ليه عشان النعيم اللي شايفه الأهل الصبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية لو أن جلودهم قطعت بمقاريد تتقطع ليه من شدة ما يرونه من النعيم والسواب لأهل الابتلاءات في الدنيا من شدة ما يراه من النعيم لأنه هو منعم الصبر في يوم القيامة يكون في درجة عالية جدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى حديث عظيم يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار أكتر إنسان كان مناعم في الدنيا ولكن دخل النار ما كانش عايش في ابتلايات أبدا كل حياته نعيم ولكنه من أهل النار يؤتى به فيغمس في النار غمسة واحدة مش هيدخل النار ويقعد لا لا أياه غمسة بس يدخل لحظة كده ويطلع بعد ما يطلع يسأله يا رب عبدي هل رأيت نعيم انقط في الدنيا انت شفت نعيم في حياتك كثير انت كنت عايش مناعم فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيم انقط في حياتك ما شفتش أي نعيم هو لا يكذب ولكن أنسته غمسة واحدة في النار كل النعيم الذي عاشه في الدنيا ويؤتى بأبأس أهل الدنيا وهو من أهل الجنة أكتر إنسان كان عايش في ابتلايات فقد وفاة أبا وأمهات فقد صحة وفاة أبناء كان عايش حياته كلها ابتلايات ولكنه من أهل الجنة يؤتى به فيغمس في الجنة غمسة واحدة يدخل الجنة لحظة بس يبص كده ويطلع نظرة واحدة ويطلع فيسأله ربه هل رأيت بؤسة انقط في الدنيا انت كنت عايش في ابتلايات في الدنيا صح هل رأيت بؤسة انقط في حياتي فيقولوا لا والله يا رب ما رأيت بؤسة انقط في حياتي هو ما بيكذبش ولكن أنسته غمسة واحدة في الجنة كل التعب الذي عاشه في الدنيا فده أجر الصم بس إحنا طبعا عايزين إحنا بجد نعزين نعاين في الدنيا والأخير طبعا يعني هي أكيد مش حاجة بعيدة لا هي جنة الدنيا في طاعة الله إن الإنسان يعيش مع طاعة الله وجنة الأخيرة نعيم طبعا عظيم لكن في الدنيا أنا لازم عايش مع طاعة الله وأتكيف إحنا لازم نوصل للناس فكرة إن انت كده كده إن شاء الله في طاعة الله بصبرك حتى على الابتلاق انت في سعادة يعني انت كده كده في سعادة انت راضي يعني من جواك بتقول الحمد لله وتهوين البلية يعني مسألة مهمة جدا الإنسان لما يبتلى يقول الحمد لله إن هي مش في الدين الحمد لله إن أنا لسه مؤمن يعني الحمد لله إن هي مش أكتر من كده الحمد لله إنها جت على قد كده اللي هو الكلام اللي بلالة دي كده الحمد لله إحنا أحسن من غيرنا أحسن من غيرنا تهوني البلية الحمد لله إحسن من غيرنا كتير ده في ناس عندها وعندها وعندها ده كويس إنها جت على قد كده حسن إنها جت على قد كده دي قصة مهمة جدا عشان نحق الصبر يبقى فيه سعادة يعني أنت بتطمن نفسك أو تطمن الإنسان المبتلى وتدي له إيه حق يعني أنه أنت أحسن من غيرك بكتير هو كمان يطمن نفسه هو كمان يقوم بالدور ده ويحاول يطمن نفسه يطمن نفسه ويطمن غيره ويطمن غيره لأنه كلنا المفروض يعني دعايا كلنا وبلغوا عني ولو آية طمن غيرك صحيح أكيد صحيح موضوع مهم أقوي نحن نتمسك بالصبر أكيد صبر على الدنيا والصبر كمان ممكن نعلمه زي ما قلت الصغيرين في مراحل حياتهم أن مش كل حاجة لازم تبقى موجودة دلوقتي مش كل حاجة لازم تيجي بسرعة ومش كل حاجة لو فقدناها تبقى الدنيا تهدت ومفيش حاجة حلوة في الحياة عشان إحنا فقدناها لأنه نبص الحاجات الكتير اللي نعمل كتير اللي موجودة لأنه أكيد مش هتروح كلها أكيد يعني مش هتروح كلها يعني إحنا لسته نقول ربنا رحيم جدا بنا وعارف قد إيه نقدر نتحمل وإيه الحاجة اللي ما نقدرش نتحملها وبالتالي مش هعمل كده فينا مش يخلينا على طول في حالة فيها أزأ أو تعاسى أكيد والنقطة دي مهمة نقطة إن إحنا نفهم أبنائنا دي نقطة مهمة جدا التربية إن أنا أربي نشأ الطفل على كده على أنه فعلا مش كل حاجة تيجي دلوقتي على أن أنت تكون عندك رضا على أنت تكون أخلاقك كويسة على أنت تصبر لأنه من أنواع الصبر وإحنا بنتكلم في نوع واحد من ثلاث أنواع من الصبر اللي هو الصبر على الابتلاقات لكن هما ثلاث أنواع فيه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية الصبر على الطاعة زي في رمضان بنصوم فالإنسان بيصبر من الفجر إلى المغرب على الطاعة يتحمل يعني ألم ومشقة الطاعة بيصلي قيام الليل مثلا ويتحمل مشقة الطاعة وفيه صبر عن المعصية اللي هو الإنسان اللي بيبعد نفسه عن الحرام بيستعفف مثلا فالوالدين يعلموا أبنائهم الصبر بكل نوع صبر على ابتلاءات والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية ده دور مهم جدا عشان يطلع لنا جيل صبر عشان يطلع لنا جيل أخلاق كويسة عشان يطلع لنا جيل ينهض بالمجتمع المصري ده إحنا بننادي به التربية عامل مهم جدا وأساس أن المجتمع يكون راقي ومتحضر في التربية الليل القصة بتبدأ من التنشئة من البيت من الأسرة أيها الأسرة مش بتعمل كل حاجة هي دين جد دعم السلوك هي البداية أكيد يعني في حاجات محيطة الصحبة لكن الأسرة هي البداية هي الأساس أنا بشكرك جدا دعاية الإسلامية محمد جمال خفاجي كل سنة وانت طيب وخير وشكرا لوجودك معنا النهاردة شارفين رب نحفزك وكلها محاجدك بخير وانت بخير شكرا لكل المشاهدين وكل الشباب اللي تابعونا وشوفكم على خير وحلقة جديدة من البرناس